أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبي نفوسنا وشفيع ذنوبنا أب القاسم محمد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره نسأل الله تبارك وتعالى أن يمنى علينا وعليكم بتمام الصحة والسلامة والأمن والإيمان وإن يعجل في فرجه مولانا صاحب العصر والزمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم الجملة الأولى من المقطع الثاني بعد الانتهاء من المقطع الأول الذي ذكر فيه الثناء على الله والتوسل به برحمته وقدرته وجبروته وعزته وعظمته وأسمائه وسلطانه ووجهه وعلمه ونوره سألنا الله عز وجل بهذه العشرة من صفاته ومما يستحق الثناء عليها وجعلناها وسيلة للتوسل إلى الله اللهم إني أسألك برحمتك وسيلة للتوسل والوصول إلى مرادنا فوصلنا إلى المقطع الثاني فبدأ يقدم الأولويات اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم باعتبار نحن إن شاء الله لنا رابط مع الله مرتبطين الله ولي والذين آمنوا صحيح المؤمنين بعض أوقات تصدر منهم معاصي ومخالفات ما ودعك ربك وما قلا الله ما طردك ما عائفك الله ما عائفنا ما طاردنا هو ولينا بالنتيجة لنا إيمان بالله تبارك وتعالى وإن كانت لنا مخالفات فهذا الإيمان هو الرابط بيننا وبين الله عز وجل فلألا تنقطع هذه الرابطة بيننا وبين الله اللهم اغفر لي الذنوب عندي ذنوب لتصير هذه الذنوب سببا في أن نقطع عن الله تقطع العصم وتهتك العصم بيننا وبين الله لا تصير سبب هذه الذنوب اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم بيننا وبين الله عصم وارتباط إذا هتكت هذه العصم وانتهك وقطع الارتباط خلص الله ما يديني النبال بعد فسألنا الله في الأولويات أول شي نسأل الله أن تبقى إلهي صحيح احنا موزينين صحيح احنا موخوشوادين ادنى ذنوب بس الوسيلة بيني وبينك خليها البشر بعض أوقات مو هالشكل ما سامع يهدم الجسور وراء امرأة مع زوجها تعيش يا بل صار خلاف بينكم عليك يفكم صار الخلاف ونشب النزاع بينهما واحد قام يسب الآخر ويعتدي على الآخر وصل الامر كل الجسور قطعوه العصم بينهما انتهت فإلى ماذا يؤدي يؤدي إلى بقية الارتباط يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى الطلاق يؤدي إلى الفراق يؤدي إلى الانفصال أما بيننا وبين الله مو هالشكل صحيح الله يزعل علينا يتأذى من عدنا كذا شيء مسوالفنا وبذنوبنا بس يمقه وربنا يمقه وخالقنا يبقه مولانا الله ولي والذين احنا نعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه ونعتقد بولاية أمير المؤمنين هذا الرابط المقوي بيننا وبين الله في القسم الأول نسأل الله عز وجل أن تبقى العصم والارتباط بيننا وبين الله سنأتي على آي فهرس دا أعطيك فهرس بدأنا بهذا ثم بعد ذلك نذهب إلى غيره زي هنا قبل الدخول في بيان أمر مهم التفتول اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم يعني أكو الذنوب مو ذنب واحد أكو ذنوب متعددة لها آثار فهذا ما يسمى بآثار الذنوب هذا هم يحتاج أن اهنا ما ذاكر جائبة إجمالا أجملة اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم ماذا نقول شنوب ولكن علينا أن نبحث في كلماتهم ونبين أنواع الذنوب هذه إن شاء الله سيعتيك الباحث والحديث عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم قبل الخوط في ذلك يوجد ست اصطلاحات هناك اصطلاحات ستة نشير إليها أكو اصطلاح الذنب هاي مشتركة هي بس أكو اعتبارات تفرق بينها ذنب يقول لك لا تكذب نعوذ بالله إذا كذبنا مخالفة الناهي شوف يقول لي لا تفعل لا تكذب لا لا نهي نهي لا تكذب إذا أنا كذبت هذا شي يقولوا له ذنب يعني شنو يعني الذنب مخالفة لما نهاني عنه نهاني عن أشياء أنا خالفت نهيه خالفت نهيه فهذا يصطلح عليه الذنب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا استغفروا ربكم الذنب يريد لا استغفار أو كفار يريد لشيء يرجع عنه العابد طيب بشكل سريع ده أقول لك الأصطلاح الثاني الوزر يحملون أوزارهم يوم القيام يحملون أوزارهم الذنوب يقال لها أوزار باعتبار ثقلها باعتبار ثقيل حمل هذا الجهة الثانية فيقال لها أوزار بهذا الاعتبار ويقال لها إثم هي أيضا هي نفسها باعتبار معرفته بسوءها يعرف أن هاي موزين ويقدم عليها يقول لا تعاون على شنو على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم ما دام تدري أنه موزين لتتعاون عليها فهو يعرف أنه شيء غير جيد فإذا أقدم عليه وقال له إثم باعتبار معرفته أنه موزين عرفت المسألة خطيئة يقال لها خطيئة باعتبار خطأ الطريق اللي مش بيه ها عرفت المسألة باعتبار خطأ الطريق اللي مش بيه مما خطيئاتهم أغرقوا ذول جماعة ثرعون القرآن يقول مما خطيئاتهم أغرقوا فبظلم من الذين من هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم لأنهم ظلموا حرمنا عليهم الطيبات هاي آثار آثار شاهد أنه جماعة فرعون خطأ راحا لما مشوا خطأ وين وصلوا وصلوا اليمن وصلوا البحر وشيتوا وألغرقهم مما خطيئاتهم أغرقوا ويقال لها معصية شوف إذن كلهن دا أرتب الكياهن بسرعة معصية باعتبار يقول لك افعل يقول لي صلي نعوذ بالله ما أصلي هاشي يقولوا لها معصية المعصية مخالفة الأوامر الذنوب مخالفة النواهي أعرفت الأشياء اللي ذكرت الكياهن شاء الله لينذن كلهن ست اصطلاحات جايات في القرآن وبعضهن جاي في الدعاء على مود إذائجا في الدعاء احنا من قدام من قبل نعرفهن قبل من أصل إليهن نعرفهن ذنين وأخيرا يقال سيئة السيئة أدنى درجة في المعصية أدنى درجات المعصية يقال لها سيئة طيب احنا ذنئة الآن افتهمنا ذنئة كلهن المخالفات الشرعية مخالفات الأوامر مخالفات النواهي التعمد في الخطأ التعمد في ارتكاب السيئ وأمثال ذلك ذنئة إذا خالفناهن ذنئة مجموعها الذنوب طيب نرجع إلى ردنا نبين بيان بسيط نرجع إلى مسألتنا إحنا أول شيء نسأل في دعاء كميل من غفران الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم جيب الآن أقرى لك مقطوعة على السريع هاي مقطوعتنا فيها ست أنواع من الذنوب وآثارها بنحو الإجمال ها مو بنحو التفصيل يعني ما قال إلى الذنوب شنو أما تشير إلى وجود ذنوب تهتك العصم تشير إلى وجود ذنوب تنزل البلاء تشير إلى وجود ذنوب تحبس الدعاء زين أكو ذنوب في دعاء ليلة عرفة فيها إشارات أكثر من دعاء كمين بس أقرى الكياه بشكل سريع الإشارات هذه اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم ما موجود عندنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث السقم ما موجود عندنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم مشتركة اللهم اغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء إحنا عندنا هنا تحبس الدعاء هناك ترد الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء هنا ما عندنا أكو ذنوب تحبس قطر السماء بالمناسبة بالتنويع أشير لك إلى بعض هذه إن شاء الله تجي اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء تعجل الموت تقرب الموت بسرعة هذه راح أذكر لك إياها هنا ما موجود في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء هنا ما عندنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء تظلم الهواء هنا ما عندنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء زيادة على ذن في دعاء كميل تحبس الدعاء تنزل النقم تنزل البلاء تقطع الرجاء إذن ما لدعاء كميل الأخيرات طيب ردنا نشير إلى أنه يتبين لنا وبس دني الإمام صلوات الله عليه ذكر هذه نموذج من الأدعية نموذج من الذنوب اللي لها آثار سيئة على الإنسان تسوءه في الدنيا في البرزخ في الآخرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما من عد من شيعتنا يقارف أمرا يرتكب ذنب إلا فيموت إلا الله سبحانه وتعالى شي سوي له يقول إحنا نحاول نتشفع له شون في الدنيا فيبتليه الله بأولاده في نفسه يبتليه بمرض يبتليه بأهله وإذا بقي عليه شيء فيبتليه ب ضغطة بال يبتليه بال الموت وسكرة الموت إذا أبو قشي عليه ضغطة القبر الصفي وإذا ما صفت ضغطة القار بعض الناس يا أبي الله يخليك صحيح هو شيعي بس هذا يا شيعي يا كذا كسرات الدنيا خالها على رأسه ما أمخلي شي ما أمسوي زين هذا إذا عقوق والدين عنده إذا يعتدي على والدين حقوق والدين عنده والصحيح هذا عنده ولا يخال الله شي يسوي له هذا إذا قاعد ويشرخ حتي على الناس ويقص هذا ويقص ذاك المغتاب إذا تاب كان آخر من يدخل الجنة وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار أول من يدخل زين هذا من يودي بالنار شي سوي له الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وإن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا شفاعتنا العلام العلام المجلسي في الجزء الثامن من البحار جائب من لا تناله شفاعتنا إلا أن يعذب في النار ثلاثمائة ألف سنة نعوذ بالله شي السوي النبي صلى الله عليه وآله يقول وإن العبد ليقترف ذنبا فيحبسه الله مئة عام في الآخرة يحبسه وهو يرى أهله وإخوانه في الجنة يشوفهم دا يتنعمون في الجنة هو محبوس مئة سنة حكم شوان هنا عدنا حكم هناك هم يوم العدل والحكم الإلهي بس احنا دائما نطلب من الله أن يعاملنا بفامله ليعاملنا بعدله أن يعاملنا بفامله يع هاي الذنوب إلها آثار آثار سيئة إلها يؤاخذ الإنسان ببعضها في الدنيا ببعضها في البرزة ببعضها في الآخرة أنا حتى لا حاول أن نقول لك أشياء شوية يعني نفتح عيننا أكثر ندير ببالنا 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 بعد بعد ما شارح لك العبارة العبارة بعدين راح أشرح الكياه أنواع الذنوب التي تحبس أنواع الذنوب التي تهتك العصم شنو يقطع الرابط بينك وبين الله بعدين أذكر لك الحديث حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بس سأرد كليات الآمر كليات هذه الذنوب رب كلمة تخرج تؤثر أثرا سيئا سشوف إحنا الإمام الباقر صلى الله وسلم عليه يقول ما من عرق ينبض شايف يدق عندك عرق يدق عندك ها ما من عرق ينبض هذا واحد ولا نكبة إحجارة توقع صادفك إحجارك إدامك ونشف توقعتك ولا نكبة ولا مرض إلا بذنب وذلك قول الله يقول الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني هاي آثار الذنوب آثار الذنوب هذه زي واحد يجي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل تفت لي حتى لا تقول الشيخ بس قاعد يحجي شوية قصة حتى العبرة تبين واضحة العبرة أهل البيت شلون يحجون شلون يتكلمون دخل واحد على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام يدري به كل سنة يروح للحج السنة ما راح للحج إجاء فقال له الإمام ها مصطلحنا ما رحت للحج تموم ملتزم مو قتلي قبل فترة أريد أروح للحج صار أيام الحج ما رح قال يا ابن رسول الله لقيت فلان جاب اسم واحد من أصحابه اسم موجود في بعض الروايات لقيت فلان إيه قال لي وين قلت لاني ذا روح للحج قال صار لك عشرين سنة حج كل سنة تروح للحج فالسنة حار الحار يأذي باستراح لك فالسنة خذ نشوف ك هنا فثبت عزيمتي قال عندي عزيمة على الذهاب مولانا مثل ما قلت لك مثل ما أخبرت كلي دروح بس هذا ثبت عزيمتي جي فالإمام عليه الصلاة والسلام قال له إن الله سيبتليه بالحمى لا تفارق ه سنة هذا لأنه ثبت عزيمتك عن الحاج الله رح يبليه سنة بالحمى سنة رح يصخ سنة مبتلى بالحرارة ورى فترة شفت فلان شون قال أخذتني الحمى قال ولم تفارقه إلى سنة ما فارقته الحمى إلى سنة سمعت هذا أثر شنو صحيح إنت ما سويت حرام بس هذا فعلك موزيا هذا يروح يتعبد يلبس إحرامه وينادي يلبيك ليش ثبتت عزيمتك فشوف إحنا بعض أوقات سامع في الدصطلاح بين الناس يقولون هذا محظر خير هذا محظر شار إفلان يريد يسوي عملية عيف هم يتذبون ذول إفلان يريد يتزوج عيف هم الله يدبر لهم إحنا شعلينا قابل إحنا الله موكلنا برزقهم إفلان يريد يسوي مريض مسكين ابتلي بمرض الله نجاك من كل يوم مراجعين كل يوم كذا أو واحد يقول عيف هذا محظر سوء محظر سوء هذا إذا تقول للواحد لتفعل ما تدري شنو أثر ما تدري الأثر السيء اللي راح الله يبليك بيك لاحظت هذا الآن طيب هذا نموذج أنطيتك مو من المعاصي اللي تكون لها آثار كلش سيئة هاي تعتبر من الأشياء البسيطة بس راح أنطيك نموذج آخر هكو فرد كتاب اسمه دار السلام الحاج النوري أستاذ شيخ عباس القم صاحب مفاتيه الجنان أستاذ في دار السلام في جزء الأخير جزء الرار مع أجزاء في الجزء الرابع ينقل قصة إخواني البارحة أشرت لكم النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى الصبح وعقب ينظر إلى الناس يأخذ بوجهه الكريم نحو الناس ويقول لهم هل المبشرات ويقصدون بالمبشرات المنامات الصادقة المنامات الصادقة ما يؤخذ منها حكم شرعي يأخذ منها عظة يأخذ منها عبرة المنام إذا كان صادق عظة وعبرة في الإسلام حكم شرعي ما بي للعظة والعبرة لا بس مو يجيك واحد يقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وآله قال أنه أقتل فلان لا ما بي حكم شرعي هذا يقدر يقول لك أنا شفت النبي قال أنا أقتلك لا هذه الأحكام الشرعية مصادرها الخاصة القرآن والسنة المطهرة الشريفة ذني المنامات إذا كانت صادقة عظرة هذا اللي يؤخذ منها من جملة ما جاء به الحاج النوري رحمه الله في كتاب دار السلام يقول كان فتحاج من الصالحين وكان يصلح بين الناس كثيرا يقول فرد حجي بالنجف أنا أعرفه هذا كان أي قعدة أي صلوح أي مشكلة يقولوا له حجي يركض يروح يصالح الناس وأهل خير محضر محضر خير يقول هذا توفي شفناه في المنا بعد فترة جالس على مكان شوف المنا ما تكشف صدقها وكذبها بالقرائن يقول شفناه قاعد في المكان باعتباره هو من الصلحاء النجف والمعروفين قاعد على كرسي وجل الكرسي والأمراء ومنا يخدموا منا يخدموا كذا وشي قلد خذنا عليه فرحب بينا وأجلسنا إلى جنبه كنا نتحدث ويا وإذا به تغير لونه دن عين علي تغير لونه وأخذ ينظر إلى جهة أمامه يقول آينا شفنا فرد عقرب كبير ودا يطير بالهوى والله اخترعنا لو كنا مو بالمنام في اليقظة جنن نموت من الخوف لو جنن باليقظة جنن نموت من الخوف عقرب كبير ودا يطير جاي قل هذا عاين صار وجه أصفر وطلع لسان يجا العقرب لدغه طاح على الأرض أغمي عليه بس بس احنا كاهدين ما ندري شين نساوي طار رجع يا ربي يا ربي دخي لك هاي شين هاي إلى أن ذول داير مداير الخدم الحشم اللي الله مقليهم في عالم البرزخ يخدموا جابوا لأنواع من الشراب وأنواع من الكذا وشربوا وذبوا ومي عليها والله وجهه صار أحمر ورجاع وحلو بس عايا علينا خجين إن هذا حجين خير قال شوفون هذا مطين مع القضاء حوائج الناس شين تأقضي حوائج الناس تدرون كنا علي نشهد لك أنت الرجل الأول في قضاء حوائج الناس وقال تدرون هذا شين والعقرب يجيني أنا كنت أؤذي زوجتي بألفاظ السيئة كنت أؤذي زوجتي بألفاظ السيئة أحشي عليها أقولها كلمات يحتاج أفصل للكوم بعد وخلص العاقل تكفي إشارة يذكر ألفاظ السيئة لزوجته وما كانت راضي عني والآن باليوم مرة مكاني زيان مرتاح بس مرة باليوم مرة هاي العقرب يجي يلدغني يأذيني يصقطني يوقعني أثر حق زوجتي أثر هذا الذنب اللي كنت أرتكب وأأذيها يقول امتبهت منهم فأخذتني الهمة أريد أشوف الصدق هذا لو تجري بالمنام رحت ثاني يوم دقيت الباب عظم الله وزوركم بالحج أهلا وسهلا بس عندي سؤال أنه إذا تسمحوا لي أنا شفت الحج في المنام حقيقة أنقل لكم كذا وكذا قالت إيه نعم كان يؤذيني بلسان بذيء اللسان كان ويايا ويايا الناس ويايا بذيء اللسان أنا متأذايا إلى الآن متأذايا من حجي والله المنظر اللي شفنا يخو وبرزا خموزين وكذا ورضيناها أن تعفو عنه رضيناها تعفو عنه وتبرئ ذمته حتى الله سبحانه وتعالى يعفي عننا يقول بالفعل قلنا لها حجية ترى الله يضطيك العواض احنا هم ورانا قبور احنا هم ورانا برزاخ من ادري رضت جزا الله خير يقول شفناه في المنام بر ثانية تشكر من عدنا ابدأ شكره قال الله الله دفع عني ذلك التفتت لهذا المعنى طيب هذا احنا ما ريد نستنبط منه حكم شرعي ريد نأخذ منه عظة ريد نأخذ منه عبرة الحاج النوري عالم كبير من يذكر هكذا منامات يؤخذ منها العظة والعبرة وطلع صدوق لم أذي زوجته بألفاظه السيئة وعفت عنه وعف الله عنه عندي عظة وعبرة أخرى بس خلي أنقلك ياها السيد بحر العلوم رضوان الله عليه المشهور سيد مهدي بحر العلوم هذه القصة اسمعتها من أحد أكابر علماء قم رحمة الله عليه توف من أكابر علماء قم اسمعتها من نقلها بأسانيده المتسلسلة يقول السيد بحر العلوم رحمه الله اللي هو صاحب الرياضات كان عند صديق اسم سيد هاشم الحطاب حفظت الاسم سيد هاشم الحطاب صديق بحر العلوم بحر العلوم اللي ينقل عنه أنه كان يصل بخدمة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله وفرجه الشريف شفت شفت في احدى الكتب ناقل يقول كنت عن تلميذ السيد بحر العلوم يقول كنت بجنب السيد بحر العلوم جالس فدخل رجل رجل عادي فسأل السيد قال سيدنا هل يمكن رؤية الإمام أو لا يقول اسمعت السيدي دردم ويا نفس يحتي يقول الأش أقول له هذا أقول له يمكن رؤية الإمام خاف يقول لمن ادعى المشاهدة فكذبوه ما يدري شبه معناته أقول من ينشاف الإمام أقول ينشاف يقول يجيب لهذا أقول من ينشاف الإمام فكيف أقول له أكذب نفسي فكيف أقول لا وقد ضمني إلى صدره شاهدي هذا السيد بحر العلوم صاحب الرياضات معروف للمرتاضين صاحب الرياضات الشرعية الكثيرة هذا رفيقه في الدرم سيد هاشي شوف الأرواح القوية شنو شنو من أرواح دوم دولة اتفقوا بين آتهم شوف تتكدف تتثقوا يا واحد اتفقوا بين آتهم ياه لي موت أسرع يجي يخبر عن ليلة القابر شو ما شو ما يقدر يطمئن من نفسه يجي بعد موته إلى صديقه ويخبر عن ليلة أول القابر من يقدر يسوي هذا من يقدر يتعهد شنو من أرواح حرة شنو من أرواح قوية شلون متأكدين من نفسهم زين وإذا سيد هاشم خلي أشرخ الكياه بسرعة لأنه في الوقت داهمني سيد هاشم توفي قبل السيد مهدي بحر العزم سيد هاشم الحطار هذا سوق الحويش أخيرة أكو مسجد هناك بالأخير قبر هناك مسجد سيد هاشم الحطار قبر هناك هذا من الأولياء من الصالحين توفي سيد هاشم سيد بحر العلوم تحضر يلتقي روحيا به شو ما أتري شو يقدر معا ما شاف ليلة ثانية تظرة ما شاف ليلة ثالثة إلى أسبوع فالسيد عنده أذكار وأوراد ورد في الروايات موجودة حتى في مفاتيح الجنان في أواخر حاشية مفاتيح الجنان موجود إذا واحد يريد يشوف ميت من الأموات يريد يشوف أي سئلة عن أحوال عن شي تم موجود هذا في الروايات موجود شيخ عباس القم ناقلة في حاشية مفاتيح الجنان والحاج النوري في دار السلام في الجزء الرابع لأن كله الناقل فالسيد فالسيد وحر العلوم عنده أذكار وأوراد قام يقراها حتى يشوف من شوف سيد هاشي شاف سيد هاشي شون سيد فوق فز قعد سيد بحر العلوم راح إلى بيت أخته نعم أوه سيد بحر العلوم قد البرجع الكبير جائنا تفضل سيدنا تفضل قال أنت ما راضي على سيد هاشي أخوك قالت لا قال شفت من المنزخ حالته موزينا محموس قالت بتجيب الجهنم خليه محموس أخ هذا رجل عالم من أولياء الله من الصالحين شون تحكين هل هاشي قالت سيد تدري بي أنا شديد شاب وأريد أزوج ياهو اللي يجي علي ويقول ها هذا مو سيد هذا أخلاق موزينا هذا ما عند فلوس أخاف يأذيها أخاف كذا حتى اشتهر بعد شفت الوقت خلص حتى اشتهر بين الناس أنه سيد ما الذي يزوج أخته ما نطاني لهذا وذاك لهذا وذاك خلاني وأنا وحيدة بالبيئة وصار عمري خمسين سنة وما أزوجه وبعد ما أريد أزوج هذا سوشة هو وإن كان يريد أزوجها محبة منه بس أنا كنت أرد الزوج لو أنا ما ازوج تنت أمقى وحدي خايف بهذا البيئة ما كان عندي زوج ما كان عندي أولاد باقي خايف وحدي بهذا البيئة من يصير بالليل من الليل من المغرب للصبح ظلم وأنا خايف ولازم أقل ما أدري أحد يجيب يهجم علي بالبيئة لا على كل مقنعها إلى أن بطريقة من الطرق ما أقدر أقول لك ما عن وقت إلى الرضية عنه فرآه في المنام وقد عفى الله ذول أولياء صالحين كبار ذول ذول مناماتهم صادقة ما بها أحكام شرعية عظة وعبرة هذه عظة وعبرة نعتبر بها نسأل الله العفو والعافية اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله صلى الله وعلى أهل لكي أعطي 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 شكرا